في ظلال السيرة متى كانت الغربة تضمد للقلب جراحة في مكة يتسابق الحزن والسرور إلى قلب شاب بالغ الكرم والشجاعة اسمه جعفر بن أبي طالب حين تزوج من فتاة تشع إيمانا وثقة بالنفس اسمها أسماء بنت عميس ليشكل مع أم سلمة وزوجها وعثمان ورقية وغيرهم من الشباب فرق عمل تنشر الكلمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله إنهم شباب لم يرفع سيفا ولم يغتل أحدا ولم ينشغل بشتم الآخرين شباب سلاحه الكلمة لكن طواغيت قريش تجعل التفوه بها جريمة تسحل من يؤمن بها تسلبه حريته وماله ها هو خباب مرة أخرى يقول لم يكن لي أحد يمنعني فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري ها هو رضي الله عنه يترنح في طرقات مكة الحزينة يمشي معدما إلى طاغوت يدعى العاص بن وائل لا ليطعمه أو يجود عليه بكسوة ولكن لأن لخباب عليه دينا يريد التقوي به على هذا العيش الذي لا يطاق يسير بين كلمات الازدراء ونظرات الحقد فتحن عليه الجدران وقف أمام الباب فطرقه ولما فتح طلب مقابلة العاص فخرج ليرى ما الخبر أخبره خباب أنه يريد ماله فنظر العاص إلى هيئته الرثة وثيابه الممزقة وجسده المحروق نظر إليه مزدريا ثم نطق ساخرا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ليتك قلت غيرها يا ابن وائل أتدري ما فعلت؟ لقد دست على حق لألغام العزة في نفس هذا الفتى المؤمن فتفجرت الكلمات من صدره كالبركان تحرق ما تبقى لهذا الطاغوت من كبرياء هانت الحياة وهان المال فداء لأب القاسم ودين أب القاسم فصاح خباب والله لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث تناثرت كبرياء العاص فحاول لملمة بقاياه بشيء من اللصوصية المغلفة بالمكابرة فقال فإني إن بعثت كان لي مال وولد فتأتيني فأقضيك انصر فخباب منطويا على فقره وآلامه لكن كلماته صعدت للسماء فانقصر لها جبار السماوات والأرض أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أغلق العاص بابه وأغلقت قريش كل أبواب الحرية فجاء الشباب يبكون يشكون ينثرون جراحهم بين يدي حبيبهم صلى الله عليه وسلم فأشار هناك هناك حيث البحر لكن متى كانت الغربة تضمد للقلب جراحا في ظلال السيرة ولنا لقاء جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله